نحن يجب اسموني اتباع اعطا شبش المذكور ماذا سيكون الكوليسترول خطوة استيال استيال المخلق هذا انزيم مساعد فأستيل كونزيم الأستيل أبو التخليق يكثف بواسطة منه بواسطة الثاليوليز طبعا أنا ما ترجمه بترجمه المكسر أرجع الترجم إذن هذا راح يتكثف يتكثف يعني يكبر أو يضخم أو يسمن بها الطريقة بواسطة هذا الانزيم هذا الانزيم الثاليوليز سيكثف الانزيم حتى يطينا شني يطينا أستو أستيل كونزيم أطعنا مركب جديد اسمه أستو أستيل كونزيم هذا الأستيل كونزيم أطعنا أستو أستيل كونزيم شلو نقع هاي سلسلة مع العمل الأستو أستيل كونزيم راح يتكثف فيامن وي أنذر أستيل كونزيم وي أستيل كونزيم آخر بس مو أبل أس أستيل كونزيم عادي إذن هذا اللي يتو أنتج مني أنتج مناه يعني هذا تكثف بواسطة هذا الانزيم أطعنا هذا هذا راح يتكثف ويهذا يرجع مرة ثانية يتكثف الى السيكو انزيم حتى يكون انه الهايدروكسي مثيل ايغلوتاري الكو انزيم اله م جي كو اي والاختصارات مهمة من التفقين خوش خوش هاي العملية او تولد هذا المركب من اللي حفزه هذا الانزيم اذن منذ المحفز تولد هذا المركب هذا الانزيم ما دعم سايز ايز بالاخير اذن هذا الانزيم اله م جي كو انزيم راح يتم اختزاله حتى يطينه الميفالونيك اسد هذا الميفالونيك اسد ماشي يطينه الميفالونيك اسد والميفالونيك اسد هذا الري اكشن هذا التفاعل راح يطلبه اثنين ناد بي اتش اثنين من الناد بي اتش ماشي الريفالونيك اسد تكون الريفالونيك اسد بجديد طلاب 2 ناد بي اتش 2 اي تي بي يعني شونه راح تقللي 2 ناد بي اتش او 2 ناد اتش تريد خطأك ات اها ولي ولي اها او تكون الميفالونيك اسيد بواسط 2 ناد بي اتش هميراد لمحفز شون المحفز هذا اللي هو محفز هذا المختزل وشون عرفت مختزل بواسط كلمة وعرفت انزيم بواسط المقطع اس هذا راح يختزل هذا حتى يطينا هذا ميفالونيك اسيد واضح مو واضح تمام وش الذي هو انزيم منظم مين هو انزيم منظم هذا انزيم منظم هس تشوف الكو انزيم تكثف بواسط هذا الاسيتي الكو انزيم هذا المركب تكثف بواسط هذا الانزيم تمام قطعنا اسيتي الاسيت التو اسو تيري كو انزيم واللي تكثف مرة تاريث لي واي أوجو كان لي اتش ام جي كو انزيم و هاي اله ام جي كو انزيم يحفزها هذا الانزيم تمام اله ام جي كو انزيم تحولت للميفالونيك اسيد بواسطة 200 ناد اش وبواسطة هذا الانزيم وهذا الانزيم يعتبر انزيم تنظيمي او منظم ماشي حلو بعد ان شي يقول لك يقول لك هاي الكلمة كلها عبارة عن شون عبارة ناد بي اج الان هياها الايهاها الديهاها البيهاها ماشي ناد بي تمام ناد بي واللي هو كو فاكتر عامل مساعد يستخدم للتفاعلات البنائية جدا مهم اذا الناد بي هو عامل مساعد يخافي قل لك عرف الناد بي تقول لي اسكو فاكتر يوز ان اي بولك ري اكشن للتفاعلات البنائية خلاص نقلب ورقة نقلب 4 دقائق وانا بعد نبول ورقة شايل اذية هاي خوش كونسترول سان دي سيستخريق الكونسترول خنكمل بعدنا محنا موانتج عندنا مينفالونك اسيد وسكتنا المينفالونك اسيد اس فوسفر ريليتد يتفسفر باستخدام شنو ثلاثة اي تي بي دير بالك اذا راح يتفسر باستخدام ثلاثة اي تي بي ويصير به دهيدروجينيشن الليهي تحلل او هيدراجا او انتزاع جيوب هيدروجين وهدي فوسفر اي هاي الليهي مش طول عنها ا geograph lanes dipule انا انتزاع في الصفور ودي كاربوكسيليتد انتزاع كاربوكسيل حتى شيكو ان ذن لثلاث مراحل ثلاث انتزاعات راح يطنه growth isopreneoid اللي هو بي كاربون هاذ راح يطينا منشط هاذs isopreneoid ايزو منشط بالشكل الانyl نشط اللي هو شسمه اسمه ايزو بنتنيل بايروفوسفيتي يعني الاي بي بي تمام اذن اذن هذن ثلاثة مراحل سترن الهيدراجة والفسفرة وانتزاع الاكسجين راح يطينا الاي بي بي الاي بي راح يتأزمر يعني يغير شكله يتأزمر حتى يشطينا ايزو برينت نشط اللي هو شسمه دي بي بي تمام يطينا دي بي بي خوش خلنا شوف دي بي بي وراح تولي ست وحدات من الايزو برينويد تتكثف لانتاج السكوالين ستة من هذا ستة من هذا العدنة هذا الانتاج نحتونا بالورقة القبلها ستة من عدنة لازم ستة يعني هذا وبصفة واحد وبصفة واحد نفس الشكل ايش راح يطني السكوالين اللي هو اين هذي السكوالين الانزيم المساعدش يسمه سكوالين ساينذيز هذا السكوالين ساينذيز يحاول ان هل إيزو برينويد له سكوالين سكوالين يمقص لك لحفظ تكون السكوالين هو يحفظ سكوالين الخطوة الثانية من تخليق الكوليسترول التي تطلب ناد بي اتش كعامل مساعد إذن هذه الخطوة نحتاج بها الناد بي اتش كعامل مساعد دعونا نقلق نقلق ذلك السريع السكوالين راح يتأكسد بواسطة هذا الانزيم سيكوالين مونو اوكسيجينيز يستخدم اخر موليكول فوق اها ورح نستخدم جزئة اخرى من الناد بي اتش موليكول جزئة اخرى من الناد بي اتش تونستخدم له جزئة ورح نظر نستخدم اي كوفاكتر اذا هسا هي ثابت جزئة من الناد بي اتش كاكوفاكتر قبلها تونقلنا الثانية والقبلها كانت اولى اذا راح هذا يتأكسد بواسطه هذا الانزيم وباستخدام الناد بي اتش راح اشتكون عدنة تفاعل حلقي تفاعل حلقي هذا التفاعل حلقي فورمز يشكل اللانوستيرول 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 يتعول يتحول كوليستيرول للامت والشغلات الطويلة الاختصارة بس كثهم كيك ما اعتقد بها صعوبة هذا مغشي بالبلازمة موجودة يعني حر 30% كأستر 70% خوش والكوليسترول ينتقل ينتقل خوش السولوبول بالبلوت بالدم عن طريق شنو عن طريق اللايبو بروتين هي شريدك تقرأ مجد تجطق للخمس اقتر وتحفظهن وبعدين تلاس عليك لا انت حافظه لا انت ما حافظ هذا اللايبو بروتين هو ينقلنا الكوليسترول بشكل ذائب ما ايه خلص بس اريدك تحفظ اللايبو بروتين بس كلمة اللايبو بروتين شاو القطرين اللي هنية ما راح تجيبك القطرين راح تقولك يا بي ترى الكوليسترول ذائب كذا 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 بواسط فراغ يعني شي تريد منك تكتب كلمة اللايبو بروتين خمس انواع من اللايبو بروتين اللي هي VLDL IDL HDL LDL كالو مايكرون دمنا خمس انواع ينقل الدهون اللي الممتصة منيا من المعدة الى الخلاء الى الانسجة الدهنية والقلب والسكرتال مصلة الى العضلات الهيكلية ما شي اللايبو بروتين اللايبو بروتين هذا هذا الشي يسوي شوف حيث مكونات الدهون يصر لها تحلل هيدرولايزد بواسطة تنشيط اللايبو بروتين اللايبو بروتين اللايبو بروتين اللايبو بروتين ماذا شغلة؟ راح يقلها يحلل مكونات الدهون يحلل مكونات الدهون واضح مما يسمح لاطلاق وتحلل مكونات الدهون راح يطلق الفريفاتي اسد الاحماض الدهنية الحرة الممتصة بواسطة الادبوستشو الانسجة هسا انا بدي ما تحفظونها لانها اصلا ما تجيبها هاي خلاص الباقي خلاص تمام VLDL شوف هذا VLDL شريدك التزائلية تزائلية يعني ما الاخل لان حيوان ابن حيوان ليش؟ لان المكرر المعلومة انا اشرته وبعدين شفت المعلومة المكررة هنا الـ الـ اللي هو الـ تفقد التراي الغلوسترول وين تفقده بمجرى الدم يعني انطرحه بمجرى الدم حتى تكون الـ الـ راح تطرح الغلوسترول بمجرى الدم حتى تكون الـ و الـ يمتلك اعلى مستوى من الكوليثرون حيو بثنتيج والطريقة المحممة فماذا اسمها إلى ال reward من أسمها the best cholesterol so why لان تم تم امت Belgian completion جداً مهم في translation لهذا المهم العاليت ال neutral واسترته باستخدام الانزيم البلازمي اللي هو انزيم اللكتين كولسترول استيرترانسفير هذا شنو هذا يستر الكولسترول الخارج نسيجي او خارج الانسجة الكبدية خارج الهباتك كبد واتشو انسجة خارج الانسجة الكبدية مني استرى هذا ال LCAAT اللي خارج الانسجة الكبدية خوش هذا الانزيم راح يرتبط ال HDL ولذلك نسمي شنو 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 نسمي نسمي HDL اللي هو Good Cholesterol واضح تمام وذن جدا مهمات راح يجن مالات ال HDL اللي هن الخصائص مع ال HDL جدا مهمات يعني راح يجن خلص الحمد لله والشكر خلصت هاي الملزمة